مكتوب هذا الانجيل هو قوة الله للخلاص لكل من يؤمن لأنه فيه معلن بر الله شو يعني خليني نخدها من ناحيتين شو الله عمل وشو الإنسان ممكن يعمل رائع الحلو عندك أسيس نيزار دايما بتركز على النقاط يلي هي لب الموضوع يعني الرب يباركك يباركك أسيس فالله عمل في الماضي ويعمل الآن والرب يسوع له المجد الأبي يعمل وأنا أعمل فالله عمل عمله في الصليب في الفداء الإلهي يلي تجسد المسيح جال يصنع خيرا يشفي جميع المتسلط عليهم إبليس وأخيرا ثبت وجهه نحو أورشاليم أي نحو الصليب نعم فالمسيح جاء خصيصا بيقول والكلمة صار جسدا ليه وحل بيننا أقام خيمته فيما بيننا وتقدم إلى الصليب لأن الصليب فيه أعاد الرب يسوع المسيح للآب المجد الذي فقده آدم في جنة عدن نعم قال له أنا مجدتك على الأرض مجدني عند ذاتك بالمجد الذي ذا كان لي عندك قبل كون العالم للتوجاء الجواب مجدت وسأمجد أيضا ومجد الله ظهر بأجل صوره وأعمق معانيه في صليب الجلجثة نعم عندما قال المسيح يا أبتاء أغفر له لأنهم لا يدرون ماذا يفعلون نعم لكن بالنسبة له عملنا بالنعمة لكن عامل نفسه بالحق الرحمة والحق التقياه في الصليب البر والسلام تلاثمه صلت سيف العدل الإلهي على عنق المسيح وأخذ الرب كل حقوقه كاملة من المسيح السبب البعض بيقولوا ما كان في طريقة غير الصليب إلا يموت المسيح ويبسق في وجهه ويجلد ويصلب وملعون كل من علقه على خشبة لا ما كان في طريقة غيره ليش لأن الله لا يساوم السيسنزار بمحبته على عدلته نعم فالله أخذ العدل حقوقه كاملة من المسيح استيقظ سيف على رعية وعلى رجل رفقة أضرب الرعي صلت سيف عدالة الله على عنق المسيح المسيح ذبح لأجلنا في الصليب إذن لنعيد نعم هذا عمله الله لأجل الإنسان هكذا أحب الله العالم وفي هذا المضمع أريد أن أشير إلى موضوع هام نقطة هامة في الموضوع أن الله ليس له عنده طبقية نعم أو عرقية أو مذهبية إطلاقا أو دينية المسيح كالشمس هو لكل العالم نعم كالهواء إنجاز التعبير نعم هكذا أحب الله العالم العالم حب المسلم حب المسيح حب اليهود حب الكل لأن الجميع أخطأوا فالمسيح الله قدم العمل هذا قدمه الله كفارة عن خطيانا المسيح مات من أجل خطيانا وقام لأجل تبريرنا فمن هذا المنطلق الله عمله الكامل هلأ شو لازم يعمل الإنسان نعم وهيذ النقطة الأهم لأن لأجل هذا جاء المسيح لأنه بقول لست أستحب إنجاز لأنه قوة الله للخلاص لكل من يؤمن لكل من يؤمن